اشتركوا في القناة من فضلك دكتور هل هناك علاقة بين سرعة الهضم والجورتومة الحلزونية وشكرا وش كان هناك علاقة ما بين سرعة الهضم والبكترية الحلزونية فاش البكترية الحلزونية باش المشاهدي الكرام يعرفوا اشنه هي البكترية الحلزونية هي اللي كنتكلم عليا وكنقولها الاش بيلوغي الايكوباكتر بيلوغي راه دير نيت كما قالت الاخت ام امري راه نيت حلزونية وفي القناة اللي كنقوله بانه تدخل الميكروب الحلزوني او لا تدخلت الاش بيلوغي او لا تدخلت الايكوباكتر بيلوغي شنو كيعني كيعني بان فعلا العملية دي الهضم غد تكون تاقيلة وتاقيلة جدا عملية الهضم غد تطل فلما كيكون عندي لسيد كلوريد ريكو اللي يخدم مع الانظيمات الطبيعية اللي كتكون عندنا في الجسم دينا فالله سبحانه وتعالى خلقنا على اسس ان العمل الطبيعي هو اللي كيخلي الامور تمشي بصيفة طبيعية في الجسم دينا اما بمجرد ما كنقصوا هذك العمل الطبيعي دي الجسم طبيعية الحل غد تكون هناك اختلالات الاختلالات يا اما غد تكون في المدة دي العملية الهضم او لا في الكيفية دي العملية الهضم او لا في الجودة دي العملية الهضم هاتشي كله كي تقس ماشي غير في المدة باحتى الكيفية باحتى الجودة دي الهضم كتكون ضعيفة وضعيفة جدا والشي اللي كيعطيني نفايات متعددة والشي اللي كيعطيني لأحمد غير مرغوب فيها والشي اللي كي يعطيني تخريب لذلك المبران أنتيستينال والشي اللي كي يعطيني دخول نفايات إلى الدورة الدموية والمصائب الكبرى التي تأتي بعد ذلك إذن الدخول دي الميكروب الحلزوني في العملية دي الهضمية ما يمكنه إلا يكون مؤثر بواحد شكل كبير وكبير جداً على العمل الطبيعي للهضم والعمل الطبيعي للعملية الانتصاص والعمل الطبيعي للعملية دي الرفع من المستوى دي المناعة إذن وجود الميكروب يساوي تعطيل للعملية الانتصاص وهذا هو نتمنى الله سبحانه أننا نكون درنا الجواب على السؤال دي الأخت أم ريم